بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد الصادق الأمين أما بعد الأخوة غيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام الأخوة غيادات ومتسبي الأحزاب السياسية والتنظيمات الأخوة أعضاء مجلسي النواب والشورى الأخوة الشخصيات الاجتماعية والغيادات العسكرية الأخوة والأخوات الحاضرون جميعا أسعد الله مساءكم بالخير اسمحوا لي في البداية نتقدم بكلمة شكر الأخوة الغائمين على تنظيم هذه الفعالية المكرسة لأحياء الذكرى الخامسة لانتفاطة الثاني من ديسمبر المجيدة والشكر لكل من ساهم في إنجاح أغامة هذه الفعالية وفي المقدمة سفارة بلادنا في جمهورية مصر العربية ممثلة بالأخ السفير محمد المارم وكادر السفارة وكادر السفارة الذين بذلوا كل جهد ممكن لأغامة الفعالية وأحياء هذه الذكرى المجيدة والشكر موصول لكل من عمل على أغامة فعالية تحياء هذه الذكرى الوطنية في مناطق مختلفة في الداخل والخارج تحل علينا الذكرى الخامسة لانتفاطة الثاني من ديسمبر وذكرى استشهاد رموزا وطنية ستظل أسماءهم خالدة في تاريخ اليمن وفي مقدمتهم الشهيدة الزعيم علي عبدالله صالح والشهيدة الأمين عارف عوض زوكا ورفاقهم الأوفياء والذين سطروا بدماءهم الطاهرة والزكية أعظم مثال للتضحية في تاريخنا المعاصر ذودا عن العقيدة والوطن والثوابت والمبادئ الوطنية والتي يأتي في مقدمتها النظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية والدستورة والنظام والغانون التي كفلت جميع الحقوق والحريات بمختلف أنواعها وأشكالها وحملت الأموال والدماء والأعراض من أي مساسا بها إن غيام هؤلاء الأبطال بانتفاطة الثاني من ديسمبر كان ضرورة حتمية أملتها المصلحة الوطنية ودفعت إليها تلك الممارسات الكارثية وغير المسؤولة التي سلكتها الميليشيات الحوثية الكهنوتية المدعومة إيرانيا والتي طالت كل جوانب الحياة وعاثت في جميع مقدرات الشعب اليمني حتى وصل الأمر إلى تحريف عقيدته والنيل من هويته واستهداف النشأ والأجيال الغادمة بعقايد وأفكار ومناهج وسلوكيات منحرفة لقد مثل حدث استشهادهم في الرابع من ديسمبر العام 2017 صدمة كبيرة ومفجعة ليست للشعب اليمني وحسب بل للمنطقة بأكملها لما لهم من مكانه وتأثير سياسي وجماهري ساهم في إرساد عائم الأمن والاستغرار والحفاظ على الوطن ومكتسبات الثورة والجمهورية وعلى مؤسسات الدولة وعلى الدستورة والغانون والحفاظ على البلد من التشضي والتغسم والوقوع في مستنقع العنصرية والمناطقية التي أصبحت واغة عن نعيشه اليوم لقد كانوا أكثر الناس حرصا على الوطن وقدموا أرواحهم رخيصة ليعطونا أكبر درس في التضحية ورسالة واضحة بأن الأرواح ترخص من أجل البلد وحريته وأمنه واستغراره ورسموا لنا خارطة الطريق المضي فيها قدم الاستعادة الجمهورية من كل المشاريع الدخيلة والساعية لتمزيغ الوطن وعلى راسها المشروع الإيراني المتمثل في ميليشيات الحوثي وها نحن اليوم نعيش أسوأ مرحلة تاريخية شهدتها اليمن من حرب وجوع وجهل وظلم وفساد وقتل ونهب وسلب وما زالت الأمور تزداد تعقيدا وما زالت بعض الغوال الخارجية التي لا تريد الخير لليمن وشعبها والمنطقة على العموم تمول استمرارية الحرب لتحقيق أهدافها دون أي اعتبار أو مبالاة بحالة الشعب والأوضاع المأساوية التي يعيشها وبالأخص الأطفال والنساء والفئات الضعيفة وما يلحق ذلك من تدمير منهج البنية التحتية للبلد لقد أصبح استشهاد الزعيم والأمينة ورفاقهم الشهداء في انتفاضتهم ضد ميليشيات الحوثية الكهنوتية هي الشعلة التي تمدنا بالغوة والعزيمة وتستنهض فينا الروح الوطنية للاستمرار في دربهم والمضي قدما للتخلص من هذه الجماعة الكهنوتية الجاثمة على شعبنا وساعية لتدمير عقيدتنا وتفكيك مجتمعنا وبث روح العنصرية والمناطقية والكراهية والدعاء الحق الإلهي في الحكم بالمخالفة لكل أحكام الدين الحق ونصوص الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة المجمع عليها وضاربين بالدستور والتشريعات النافذة والمؤسسات الدستورية عرض الحائط ولكن مهما طالت ودت وجودهم وعبثهم ومهما حاولوا النيلة من كرامة الشعب ومغدراته وثقافته وهويته فمصيرهم إلى زوال ولن يستطيعوا أن يعيدوا الشعب اليمني إلى عهد الإمامة وعهد الجهل والظلم والعبودية فذلك زمن قد ولا إلى غير رجعه وهناك رجالا قدموا وما زالوا يقدمون وسيقدمون التضحيات التلوى التضحيات من أجل وطنا آمن حر مستغل ينعم بالحرية والسيادة والاستغلال قال تعالى من المؤمنين رجالا صدقوا معاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدلو تبديله صدق الله العظيم ولا يجب هنا أن نحصر مواقف الشهداء الوطنية بيوم استشهادهم فقط ولكن لا بد أن نوضح جليا بأنهم أفنوا حياتهم وكرسوها لخدمة الشعب والوطن كل منهم من موقع عمله ومكانته واستمرت تضحياتهم لسنوات طويلة قدموا فيها الكثير والكثير وما زالت بصماتهم متواجدة في كل ربوع الوطن في كل المجالات ولا نستطيع ذكرها هنا فهي شاهدة للعيان وكما قال الشاعر قد ماتوا منهما ماتت فضائلهم وعاشقوا منهما في الناس أمواته إننا وبهذه الذكرى الخالدة نجدها فرصها أن ندعو كل القوى الوطنية الصادقة لنبدأ الخلافات وتجنب المناكفات وتصفية الحسابات الصغيرة والضيغة والوقوف صفا واحدا من أجل الحفاظ على الجمهورية والوحدة واستعادة الدولة المسلوبة وعادت بناء ما تم تدميره جرى هذه الحرب الغاشمة والمأساوية التي فرضتها وتسببت فيها الميليشيات الحوثية الطامحة لحكم اليمن بالحديد والنار اعتمادا على الخرافة والقوة الغاشمة ومتكأة على الدعم الإيراني من جهة والتباينات والخلافات داخل الصفة الوطنية من جهة أخرى فالشعب ما زال ينتظر بفارق الصبر استعادة الدولة وانتهاء الحرب والالتفات لمتطلباتهم الضرورية والملحة وتطبيع الأمن والاستقرار وأعادة عجلة التنمية كما نجدها فرصة أن ندعو غيادات وكوادر وأعضاء المؤتمر للصمود والثبات والحفاظ على البيت المؤتمرية الواحد كما ندعو الجميع للعمل بروح الفريق الواحد وامراعات النظام الداخلي للمؤتمر ولوائحه والسعي لإيجاد حلوط تعيد لملمة شتات التنظيم بدلا من صب الزيت في النار وأشعال مزيدا من الحرائق لقد ضح المؤتمر برئيسه وأمينه العام فلا يلغي بهذا الحزب العريق الذي حكم البلد لأكثر من ثلاثة عقود أن ينتهي ويندثر بسبب خلافات وتباينات غياداته فالشعب اليمني ينتظر عودة المؤتمر للمساهمة في تقديم ما يحتاجها الوطن من بذل وعطاء وتضحيه جنبا إلى جنب مع كل شركاء العمل الوطني في الصف الجمهوري وهذا يحتم علينا أن نكون عند مستوى المسؤولية أمام عموم أبناء شعبنا اليمني العظيم أولا وغواعد وكوادر المؤتمر ومناصريه ومحبيه ثانيا لقد مثل نشأة المؤتمر الشعبي العام في تلك الظروف بالقة التعقيد التي سادها الصراع الداخلي بين القوى المحلية المختلفة بهدف الوصول إلى الحكم وكذا الصراع الإقليمي في اليمن بهدف تعزيز النفوذ لبعض الدول والأيدولوجيات التي تنتهجها آنذاك إضافة إلى الصراع الدموية المستمرة بين شطرية الوطن تجربة فريدة وناجحة للتعايش والمشاركة السياسية ونموذج متميز للحكم وخلال مسيرته السياسية قدم المؤتمر تجربة ناضجة وعقلانية متزنة لا يمكن لحاطة بكل مراحلها وجوانبها ومخرجاتها داخليا وخارجيا في هذه العجالة ولكن هذه المسيرة تخللتها محطات بارزة يمكن التوقف أمام بعض منها وأهمها إرساء قيم المواطنة المتساوية في المشاركة السياسية وتجاوز كل أشكال التمييز المجتمعي والحزبية والأيدولوجي والانتقال بالمجتمع من حالة الصراع والإغصاء إلى حالة المشاركة والشراكة الغائمة على تكافؤ الفرص والتساوي في الحقوق والواجبات كما أرسل مؤتمر غواعد دبلوماسية حكيمة في التعامل مع الأطراف الإقليمية والدولية جسدت قيم عدم الانحياز وأسست لعلاقات متينة مع كثير من الأطراف يسودها الاحترام وتبادل المصالح والمنافع ومكنت اليمن من أن تحظى بحضور طيب في المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية وساهمت قيم الوسطية والاعتدالة التي انتهجها المؤتمر طوال مسيرته إلى أفشاء السلام الداخلي والخارجي وهو الأمر الذي مكن المؤتمر من تقديم تجربة تنموية رائدة وغير مسبوغة في تاريخ اليمن الغديم والمعاصر امتدت لتشمل كل مناحي الوطن بعد حرمان طويل من كل أشكال التنمية امتد لمئات السنين كما انتهج المؤتمر الشعبية العام لغة الحوار سبيلاً لحل كل الغضايا والمشكلات وهو الأمر الذي ساهم في تحقيق الوحدة الوطنية والمجتمعية وأدى في وقت اللاحق لاتوحيد تراب الوطن كترجمه وتجسيد لهدف عظيم من أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين كما أن المؤتمر ساهم بفعالية كبيرة في إرساق يوم الديمقراطية والتعددية السياسية والتأسيس لها واستبدل حوار البنادق بحوار البرامج ولقد مثل المؤتمر الشعبي العام باعتداله وفكره الوسطي وانفتاحه على كل فئات المجتمع والمكونات السياسية صمام أمان للمجتمع وللوطن طوال فترته ومسيرته منذ تأسيسه حتى الآن وها نحن نرى اليوم نتائج انقلاب القوى الضلامية على المؤتمر الشعبي العام ومحاولتهم المستميتة لأغصائه وتهميشه وتمزيغه وانتهاج هذه القوى لطريق القوة والاستغواء بالسلاح لإنفاذ مشاريعها الضلامية التي لا تمتلغيها من العصر بصلح والتي أفضت إلى تدمير كل مقدرات الوطن وحصيلة التنمية التي قادها المؤتمر لعقود من الزمن أفلا يحق لنا اليوم أن نفخر بهذا الحزب العريق والكبير وبغياداتها التي ضحت بكل شيء من أجل الوطن فواجبنا اليوم هو الحفاظ عليه وعدم تركه لقمة سائقة للمتربصين به وبالوطن شر قبل الختام لا ننسى أن نترحم على فقيد اليمن الكبير وأديبها الكبير الدكتور عبد العزيز المغالح ونتوجه بالتعازي لكافة أفراد أسرته ولكافة أبناء الشعب اليمني التحية لأولئك الأبطال المناخضين لفي كل ربوع وجبال وصحاري الوطن بكل انتماءاتهم فهم يسطرون أروع الملاحم البطولية لاستعادة الدولة المسلوبة الحرية لجميع الأسرى الذين يقبعون في سجون عصابة الحوثي تعسفا وظلما وغهرا الرحمة والخلود للشهداء اشتفاء للجرحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا